تمام هلأ إذا بنا ناخد تطبيق على هذا الحكي فرح ناخد عندنا تطبيق اللي هو تطوير المعرفة الموجود عندنا بصفحة واحد وثمانين بقولك تم تسخين ورص الدرجات غليان ما يلي مادة ألف اللي هي مئة مل من الماء المقطر اللي هي هاي هالمادة ألف وعندي المادة با تمام اللي هي مئة مل من ماء مقطر مضاف له عشر جرامات من الملح يعني هاي عبارة عن ماء زائد ملح مقداره عشر جرامات وفي عندي كمان جيم اللي هو مئة مل من الماء المقطر فيها عشرين جرام من الملح يعني ملح زائد ماء والملح تقريبا عشرين جرام هاي المعلومة اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي سائلنا حصلنا على النتائج الاتية كدرجة غليان على المحور السيني وعالمحور الصادي اللي هي اسم المادة عم بقولك سجل درجة غليان كل من ألف وباب وجيم وشو منيستنتج رح نيجي لألف إذا بدنا نمدها على بالمصدر ونشوف قداش درجة غليانها فهي واضحة عندي زي ما انتوا شايفين بالرسمة إنه درجة غليانها مئة درجة مئوية إذا رح نيجي لباب ومدينا هذا الخط فرح نوصل للرقم الموجود عندي مباني المية عفوا ما طلع مزبوط كتير نحن نوصل لمباني مئة واربعة ومية وستة اللي هو نحكي مية وخمس درجات مئوية أما بالنسبة إلى جيم فهي واضحة إذا مدينا الخط فرح نوصل إلى مية وعشر درجات مئوية إذن ألف درجة غليانه مية با درجة غليانه مية وخمسة وجيم درجة غليانه مية وعشر درجات مئوية شو بنستنتج؟ إنه الماء المقطر اللي إحنا اتفقنا قبل شوي درجة غليانه مية بالمية إحنا عارفين إنها مئة درجة مئوية ما في تغيير كل مكان الماء مقطر ونضيف ونقي فدرجة غليانه حتكون عند مئات درجة مئوية أما بعد لأنه ضفنا عليها ملح زي ما إنتوا شايفين فدرجة غليانه زادت وهذا الحكي اللي إحنا حكينا قبل شوي إنه أنا كل ما بضيف مادة على الماء المقطر فبهاي الحالة قاعد عم بيزيد درجة الغليان أكثر من درجة طبيعية اللي هي مئة درجة مئوية فصار عندي في با مية وخمسة أما بيجيم زادت كمية المذاب يعني الملحون زدت كميته فبالتالي إشي طبيعي رح تزيد عندي درجة الغليان فصارت على مية وعشر درجات مئوية إذن إذا بدي أجي لا الاستنتاج بحكي إنه كل ما زادت كمية المواد المضافة اللي هي المذابة رح تزيد عندي درجة الغليان وهذا الحكي اللي حكينا عنه قبل شوي نيجي هلا إن حلم بعض التقويم والتأمل قاست إحدى طالبات الصف السابع درجة حرارة أحد السوائل كل دقيقتين في أثناء التسخين يعني عندي سائل معين حطته على الغاز وبلشت كل شوي بعد مضي وقت معين إتيز عندي درجة حرارته فلاحظت إنه بعد مضي دقيقتين كان درجة حرارته خمسة وعشرين أربع دقائق صار خمسة واربعين ست دقائق صار خمسة وستين درجة مئوية 16 دقيقة كانت درجة الحرارة بهذا السائل مية وخمسة وعشرين درجة مئوية إذا من نمثل النتائج بيانيا فأنا هون مثلتها عندكم بهذا رسم البياني حطيت على المحور السيني ومحدد لك إنه بده على المحور السيني درجة الحرارة ممكن أقسمها عشان يكون رسمي دقيق بقسمها خمسة وعشرين خمسين ممكن إذا حبين مثلا مش خمسة وعشرين خمسين خمسة وسبعين مئة ممكن تعملوها بطريقة تانية مثلا أنا حطا هون خمسة وعشرين خمسين خمسة وسبعين مئة إذا حبينا الرسم تكون أضق شوي ممكن تحطوها عشرين أربعين ستين تمانين وهكذا الرسم اللي انت بريحك بتحط هون عندي درجة الحرارة عشان نرصد درجات الحرارة هاي ومنحط الزمن على المحور الصادي اثنين اربعة ستة تمانية عشرة لأنه زي ما انتم ملاحظين انها أرقام زوجية راح تلاحظ اذا عيننا عند بعد مضي دقيقتين نوضح شوي أكتر بعد مضي دقيقتين زي ما انتم شايفين كانت اللي هي درجة الحرارة خمسة وعشرين طبعا أنا عم بنقوا البيانات من الجدول اللي شايفينه قدامكم لما كانت دقيقتين كانت اللي هي درجة الحرارة خمسة وعشرين أربع دقائق بقية بشوف وين عندي خمسة وعربعين وبوصل معاها بعد ست دقائق تمن دقائق وهكذا رح يطلع معكم الرسم البياني بهاي الطريقة احنا حكينا من لما بلشنا نحكي عن درس التبخر والتكاثف والانصهار والتجمر ان اللحظة اللي بيصير فيه عندي فيها انتقال من حرارة لحرارة مع ثبات بعتبر انه هاي الدرجة اللي قاعد عم بيسألي عنها اذا نمثلنا النتائج بيانية رح تطلع معكم بنفس الرسمة الواضحة عندكم بالصورة عم بيسألك عين على الرسم درجة غليان هذا السائل بما انه عند الدقيقة اتناش كان مية وخمسة وعشرين وعند الدقيقة اربعطاش الدرجة مية وخمسة وعشرين وعند الدقيقة ستاش مية وخمسة وعشرين اللحظة اللي صار فيه عندها ثبات بيعتبر هاي هي درجة الغليان اذا درجة الغليان هايها المنطقة اللي صار عندها انتقال من الحالة السائلة الى الحالة الغازية اللي فيها ثبات إذن هاي درجة الغليان اللي هي 125 درجة مئوية عم بسألنا عن الحالة الفيزيائية لهذا السائل عند درجة الحرارة 60 بروع عند درجة حرارة 60 نفترض إنا هون رح تكون قديش عندي كانت لسه حالة عفواً شو كانت حالة هاي المادة لسه عندي عند درجة حرارة 60 فهي كانت لسه بيعم بالتحول بالحالة السائلة فما كانت لازلت لسه بالحالة السائلة زي ما أنتوا شايفين الجواب بالحالة السائلة أما إذا منيجي ل130 الآن بعد المئة وخمسة وعشرين زي ما أنتم شايفين أصلاً بالجدول ما صار في عندي ارتفاع لدرجة حرارة إذن ثبات يعني بهاي المرحلة خلص هو تحول لغاز فإذن شو حالة المادة عند درجة الحرارة مئة وثلاثين أكيد رح تكون غازية لأنها وصلت إلى درجة الغليان اللي هي مئة وخمسة وعشرين فأي إشي بعد المئة وخمسة وعشرين صارت عندي المادة في الحالة الغازية وهيك يا شباب من كون خلصنا شرح درس الغليان إن شاء الله بلتقى فيكم في فيديو لحل أسئلة الفصل عشان ننتقل بعدين إن شاء الله لفصل جديد ويعطيكم ألف عافية أتمنى كل معلومة وردت معنا تنحل على الكتاب وكل المعلومات اللي نشرحها فهي موجودة في الدرس بصفحة 80 وصفحة 81 يعطيكم ألف عافية